مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معايا لكم وصفة فطار او ممكن عشاء حاجة جدا روعة هذي الوصفة انت الصراحة شفتها من التوك توك شفتها يعني شيف عملاها اذا انتم فاكرين انه نزل ترند حق الفلافل وهو بالخبز لكن هي عملته الصراحة بطريقة حلوة عملته بالبادنجان شوفوا كيف الطريقة وقدا حلوة ولذيذة صدقوني لذيذة وسهلة وما تحتاج زيت وقلاية الفلافل او قلاية الطعمية انتم شوفوا الطريقة جدا سهلة شوفوا عندي هذي البادنجانة صراحة ابتلشت فيها زي ما قولوا اشتريت ومش عارف اشي سوي بكبيرة ولا حتى عرفت قطع زي الناس اقيبة من هنا وقيبة من هنا المميالله انت قطعت لي قطعت شرايح زي ما عملت الشيف شرايح كده رفيعة بس مش كتير يعني ما تكونش رفيعة كتير ولا هي السميكة عشان تستوي معاكم زي ما رويتكم كده بالفيديو شوفوا كيف السماكة واذا كانت حسيتوا اني قطعتوها كده بشكل سميك حاولوا انكم يعني تخففوها نفس كده ما عملت فاني قطعت حاولت اني اعملها كل مقاس واحد انتم لما تشتروا البادنجان اشتروا اصغر من كده عشان يكون سهل تقطيعه هنا عندي شوفوا خلطات طعمية بل نزلكم الطريقة لاني نزلت بفيديو ضفت له كمون وكزبرة وملح وشطح حاجة بسيطة وضفت له سمسم اختياري السمسم طبعا طبعا ما تضفولش لا بكن صودة ولا بكن بودر ولا شي خلاص اخلطوها تمام الان في طاوة حطوا عليها كده زيت مسحة عشان من التسقش معانا البادنجان والان بقيب شرايح البادنجان والخلطة اللي عملتها حق الطعمية وببدأ شوفوا ادهن البادنجان فيها يعني كيف اقول لكم افرد الطعمية على البادنجان طبعا هم الترند كان يفردوا الطعمية على الخبز لكن هذي الشيف عملته على البادنجان وقدا حلو اللي مياكلش خبز الصراحة بياكل كده مع البادنجان يكفي مشبعة يعني بتشوفوا كيف بعدين تستوي طبعا لازم تدهنوا شوية مسحة مسحة بسيطة يعني تكون بالزيت تمام الطاوة ولا بالتسق شوفوا البادنج اللي بيقع على الفلافل الطعمية بتلتسق بالطاوة فانتم ادهنوها تمام بالزيت وصدقوني يعني حسة صحية اكتر ما تحتاجش يعني قلاية زيت كتيرة وطعمها لذيذ تقدروا اللي ما يحبش يعني تعملونها بالقلاية الهوائية تقدروا كمان تعملوها بالفرن يعني حتى ممكن تعملوها بس حاجة بخة بسيطة زيت او زيت زيتون اللي تحبوه وخلصوا تكون حاجة صحية يعني ولذيذة ومن غير الزيت وقلاية وزي كده وصدقوني طعمها لذيذ طعمها لذيذ طعمها لذيذ انا عملته هده فطار الصباح لزواجي لانه خلص بدنا دوامات ربنا يوفقه يا رب هنا شوفوا اخد بس اربع شرايح من البادنج وحطت علوه الطعمية لكن الباقي البادنج طبعا اذا ما استخدمته طبخته بيسود عليها رقعت شويتهم كامل بس كده يعني تشويحة حطتهم تشويحة على الزيت وحطتهم في علبة بالتلاقة بعد ما برد حطتهم في علبة بالتلاقة اي حد يعني يشتيه قام الصباح بعدين يشتيه طعمية مع البادنجان خلص على طول اخد الطعمية وحطها على البادنجان واشوحها جهة يعني جهة الطعمية على الزيت بس كده يعني قلبتين وخلص اساسا هو كله رفيع تفردوني بشكل خفيف ما يكونش سميك طبقة الطعمية او الفلافل ما تكونش سميكة وتقدروا تعملوها اما بالطعمية يعني فول وتقدروا تعملوها بالحمص عادي اللي معاكم واللي تقدروا تعملوه واذا نحنا العداني نعمله بالباقية ما فيهش حاجة لو عملنا بالباقية الدقر نقرب ليش لا اكيد بيطلع حلو لانه تعرفوا المصريين عندهم الطعمية والشوام واللبنانيين عندهم الفلافل ونحنا في عدن ايش عندنا الباقية الدقر فعادي نحنا لازم يعني ايش نعمل ترند كمان ترند الدقرة او ترند الباقية حقنا ومنعمله ايش نحنا منعمله بشرائح البطاطا مل كده معاها صوسة حمار مع بسباس عدني الله ايش عدنا نشتري كان مفروض اني انزل بالدقرة لكن بسويها بالدقر هنا خلاص شوفوا بعد ان خلاص استول بننجان تمام وتحمر يعني الطعمية تحمرت تمام ما شاء الله يعني البدنجان حلو والطعمية كده كرسبي بصراحة زوجي تقنن علي كان احلى فطار يأكل وقال ألد فطار افطره ما شوفوا من الخبز النخبوز ونسوي لكن هذا ألد فطار يفطره الحمد لله لكن اللي تعب نحنا والنخبوز وكده نسى نسى ما يقول انه الخبز ألد فطار بس لانه زوجي يحب الطعمية يحب الفلافل طبعا هذا الخبز اللي اني أسوي ودايما أقول لكم اني أعمل هذا الخبز حطت شوفوا الطعمية وحطت عليه شريح طماطم وممكن عندكم بطاطس تحطوه ده بس كان أساسا كان صباح وكده ما حبتش اني يكون فيه أشياء مقلية وبالزيت وكده يعني خلاص يكفي اني حمرت البدنجان على زيت مع الطعمية حطت له شريح الخيار وهنا عندي طحينة عادي طحينة مع ليمون ثلاث الفلافل أسود وملح وكمان ماء بارد طبعا إضافة الماء حسب القوام إذا انتم شتنه خفيف ولا ثقيل الطحينة يعني تحبوني وهنا ما شاء الله قالت سندودش هنا قال لي حطيلي زوجيش شوية شطة بس أني ما حطتوهش كثير لأنه كان يعني الصباح قد يجي حرقان وكده حاجة بسيطة حطت له وأني لما أقيت أدوق كده دقته بصراحة بقول لكم دقته كده مع من غير خبز طعمه لذيذ هذه الوصفة أنا باعتمدة أسهل وأفضل بكثير أنتم تهموا أن الفلافل أو الطعمية تفكك معاكم بالزيت أو أني ما تضبطش هذا مستحيل ما تضبطش معاكم لازم تقربوها بتاكلوا ألد سندودش وتعملوا ألد فطار ودايما أنكم تحبوا حقي المقوهرات قلت دام نحنا بالفلافل والطعمية والباقية خلوني أرويكم أدوات اللي أشكل فيها الباقية والطعمية والفلافل كيف عندي هذا الشكل شوفوا لهو مستطيل وله كده مش عارفه هو بيضاوي وعندي شكل القلب وكمان شكل المعتاد الدائري يعني كل كل ما كنت في مزاق كويس مرات أستخدم يعني لما أكون أحب أسرتي كده أحس أني كده يعني اليوم أحبهم كتير أستخدم لهم أبو القلب يعني وإذا شوية شوية كده زعلوني أستخدم يلا المستطيل وإذا كده يعني كمان يعني يعني أحط الدائرة وإذا هم مطفشيني مطفشيني أعمل بيدي أرميها كده كبكبة بيدي وأحط بالزيت فعادي يعني كله حسب المزاق أمزح معاكم قلت أرويكم هذا يعني الأشكال دمكم تحبوه الأغراض وهنا أخي إلا أصر إني أرويكم أصور لكم الغداء طبعا الغداء طلب أخي اشتي بشاميل مكارونا بالبشاميل فقال إلا صوري لهم وقال ما شاء الله مسكه هو قليس يصور ولو شفتوا ما شاء الله التصوير يتكلم شفوا أخي تصويره كيف سك الجوال كيف وطالع فوق السلم مفروض أني أصوره وهو يصور كيف فقلت له أني صورني وأني طيب أحط لك القطعة فهذا كان هذا آخر التصوير قلوا له ما شاء الله تصويرك كثير حلو وإن شاء الله نخليه يساعدني في التصوير عشان كلكم تحدفوني من القناة نحن مستمرين في التصوير ما شاء الله القطعة يعني الأول ما يطلع البشاميل من الفرن يكون حامي يعني ما تخرجش ما تخرجش وصلة يعني متماسكة تكون كده مفككة المكارونا بس ألد وقت تأكله في بل بشاميل هي الآن أول ما تخرج من الفرن ولداته أول ما تخرج من الفرن لكن اللي حبيه كده وصله يعني زي ما تحبوا أنا أحبيه لدي ده تكون كل شيء الطعم اللي كل تأكله يعني والصوص والبشاميل كله مع بعض الآن بغلوكم بالعافية ليولوكم إذا وصلتوا لهنا لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم